اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الرقة والقوات العراقية تنشر 40 ألف مقاتل على تخوم تلعفر استعدادا لتحريرها من داعش أصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تداعيات حادثة الدعس في مدينة برشلونة الإسبانية ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة أن 26 مواطنا فرنسيا أصيبوا بجروح في هجوم برشلونة يوم أمس الخميس وقالت إن أحد عشر منهم في حالة صحية خطيرة وأورد البيان أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيزور برشلونة في وقت لاحق من الجمعة لتفقد الضحايا مضيفا أن القنصلية الفرنسية في برشلونة على اتصال مع السلطات الإسبانية وأطلقت إسبانيا الجمعة عملية أمنية لمكافحة الإرهاب بعد أن داعس شخص يشتبه في كونه متشدد بسيارة فان حشودا في برشلونة وأسفرت حادثة الدعس عن قتل 13 شخصا قبل أن يلوذ المنفذ بالفرار فيما تعتقد الشرطة أنها وحيدة من سلسلة هجمات مخطط لها أذى وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي استهدف تجمعا في ساحة ليسرام بلاسا السياحية وسط مدينة برشلونة الإسبانية وأسفر عن قتل 13 شخصا وإصابة العشرات في بيان بثته وكالة عماق التابعة للتنظيم ونقله المركز الأمريكي لرصد المواقع المتشددة أذى وأعلنت السلطات أنه تم اعتقال مشتبه به ثانا في الاعتداء بعد أن كانت السلطات قد كشفت في وقت سابق قوية المشتبه به الأول في الهجوم ويدعى إدريس أوكابير يبلغ من العمر 28 عاما وهو من أصل مغربي فيما أفادت وسائل علام إسبانية أن المشتبه به الآخر من جنسية إسبانية سوالت ردود الأفعال الدولية المناددة بهجوم برشلونة الإرهابي واستنكرته بأشد العبارات نتابع ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم الإرهابي في برشلونة واعدا بأن تساعد الولايات المتحدة والسلطات الإسبانية بكل ما هو ضروري كما أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم المأساوي في برشلونة مضيفا أنه رغم كل شيء يبقى الاتحاد الأوروبي صامدا ومتحدا من جانبها نددت المستشارة الألمانية إنجيل ميركل بهجوم برشلونة وصفة إياه بالاعتداء المشين مؤكدة تضامنها مع ضحايا الهجوم وعائلاتهم كما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد اعتداء برشلونة أن المملكة المتحدة التي سبق أن تعرضت لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة متضامن مع إسبانيا ضد الإرهاب هذا ودانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في برشلونة معربة عن تضامنها ووقوفها بجانب إسبانيا كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي في برشلونة معربة أيضا عن تضامنها ووقوفها بجانب إسبانيا كما دان العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني هجوم برشلونة وأعرب في برقية بعث بها إلى الملك فيديب السادس عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي مؤكداً وقوف الأردن مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة والتزام الأردن بدعم الجهود الدولية للحرب على الإرهاب وفي مصر دان الأزهر الشريف في بيان لها الهجوم الإرهابي وأكد رفضه لكل العمليات الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في أي مكان من العالم وشديداً على أن الإسلام أكد على حق جميع البشر في العيش بسلامه بشأن السوري اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوى سوريا ديمقراطية وتنظيم داعش في مدينة الرقة حققت على إثرها قوات سوريا ديمقراطية تقدماً جديداً واحتدم القتال في المدينة القديمة في الرقة حيث تحاول قوات الديمقراطية تعزيز مكاسبها كما تواصلت الاشتباكات في محيط وسط المدينة من الناحية الغربية ونفذ مسلح داعش هجمات عنيفة ووقعت تفجيرات نجمة عن ألغى من زراعها التنظيم في محاولة لوقف تقدم القوات وأكد المرصد السوري أن مئات المدنيين تمكنوا من الفرار خلال 48 ساعة الماضية من مناطق احتلال التنظيم والوصول إلى مناطق سيطرة قوات الديمقراطية في المدينة وأطرافها ومحيطها قتل العشرات من أفراد تنظيم داعش الإرهابي وأصيب آخرون بجروح إثر ضربة جوية نفذتها طائرة حربية مجهولة استهدفت مبنى المحكمة الشرعية في بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا وقد أسفرت الضربة وفق مراسل الأخبار الآن عن قتل عدد من قيادات التنظيم عرف منهم وائل العيد وهو الأمير العام لما يسمى بجيش خالد الذراع العسكري لداعش في المنطقة تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل من المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية على محور بلدة عين ترما في ريف دمشق الشرقي في خرق متواصل لاتفاق وقف العمال القتالية وتخفيف التصعيد بما صعد النظام قصف المناطق المحررة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة التقرير أتى لمشاهدين والتفاصيل معارك وقصف متواصل يستهدف الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق على الرغم من دخولها ضمن اتفاق وقف التصعيد وتعهد روسيا بالإشراف على تطبيقه محاور روحي جوبر وبلدة عين ترما لا تزال تشهد اشتباكات بين فيلق الرحمن وقوات النظام الذي يحاول اقتحام تلك المناطق مدعيا أنها لم تدخل ضمن اتفاق خفض التوتر ما أسفر عن قتل العشرات من أفراده خلال الأيام القليلة الماضية هجوم قوات النظام منذ أسابيع يتركز على ثلاثة محاور الأول من جهة عين ترما والثاني من بلدة عربين شمال جوبر إضافة إلى المحور الرئيسي على الحي بشكل مباشر وبحسب مصادر ميدانية معارضة فإن خسائر قوات النظام والفرقة الرابعة بقيادة مهر الأسد شقيق رئيس النظام خلال محاولتها الإسبوع الماضي اقتحام جبهات عين ترما بلغت خمسون قتيلا وثمانون جريحا القصف لم يهدأ على تلك المناطق استخدم النظام خلال الأيام الماضية صواريخ أرض أرض يطلق عليها الناشطون اسم صواريخ الفيل إلى جانب استخدامه قذائف مدفعية وتنفيذ غارات جوية لم تسلم منها أي منطقة في الغوطة الشرقية حتى تلك التي على بعد أمتار من تواجد الشرطة العسكرية الروسية القذائف بحسب ما نقلته شبكة شام الإخبارية كانت تحمل في بعض منها غاز الكلور السام الذي استهدف بلدة عين ترما والتي أعلنها المجلس المحلي منذ أيام مدينة منكوبة جراء القصف الممنهج لأحيائها السكانية وأسواقها الشعبية واستمرار العمليات العسكرية فالبلدة وهنا الحديث عن عين ترما تعرضت لأكثر من 890 غارة جوية وأكثر من 20 خرطوم متفجر و2480 صاروخ أرض أرض وأكثر من 6100 قذيفة صاروخية ومدفعية خلفت 151 قتيلا وأكثر من 580 مصابا وسط استمرار الهجمات الجوية على البلدة والمعارك على أطرافها بحسب موثقه مركز نورس للدراسات توتر يزداد في شرق دمشق وعند خط التماس بين مناطق نفوذ المعارضة والنظام في محاولة من الأخير تقطيع أوصال مناطق المعارضة وفصلها عن بعضها البعض وخاصة حي جوبر بوابة الغوطة الشرقية داخل دمشق وعين ترما بوابة الغوطة في الريف أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قافلة مساعدات تتألف من 48 شاحنة دخلت يوم أمس الخميس إلى غوطة دمشق الشرقية وأشار المرصد في بيان صحفي له إلى دخول قافلة مساعدات إلى مدينة دومة وبلدة الشيفونية القريبة وبلدة حرش الظواهرة وتتألف من 48 شاحنة على الأقل تحمل على متنها مواد طبية وغذائية ومواد أخرى ومستلزمات لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في العراق كشف مسؤول أمني عراقي عن تواجد نحو 40 ألف مقاتل من القوات الأمنية العراقية قرب حدود قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل في طار عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي ويتألف المقاتلون من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة وشر المسؤول إلى أن مشاركة قوات الحجد الشعبي في المعركة لم تحسم حتى الآن وكان نزوح ألاف المدنيين من مدينة تلعفر التي يحتلها تنظيم داعش غرب مدينة الموصل بتزامن مع شن طائرات قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة قصف قبيل تنفيذ الهجوم البري لتردي مسلح داعش من المدينة ووصل المئات من المدنيين على متن شاحنات عسكرية عراقية إلى نقطة تجمع للإغاثة الإنسانية قرب الخطوط الأمامية لجفهة القتال هذا وأنشأت القوات العراقية المشتركة جسرا عائما جديدا يربط جانبي الموصل الأيسر والأيمن لغرض تسهيل تنقل المدنيين بين شرق المدينة وغربها هذا الجسر الجديد سيساعد على إعادة الحياة إلى طبيعتها في الموصل ويسهل مشاريع تأهيلها بعد أن تطلبت عملية التحرير قطعة جسور الخمسة المحاصرة لمحاصرة داعش في المناطق التي كان يحتلها التنظيم مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل بعد شهرين من استكمال تحرير الموصل من احتلال داعش وبعد أن تقطعت أوصال المدينة الخمسة التي تربط شطريها الشرقي والغربي نتيجة المواجهة المسلحة كان لابد من حلول عاجلة لإنهاء أزمة تنقل الأهالي شرعت كتيبة تسير المقر العام بنصب جسر عائم نوع أكرو بانتون بحمول 60 طن على بالقرب من جسر الحرية لغرض ربط الساحل الأيمن بالساحل الأيسر وهذا جسر من النوعيات الحديثة التي وصلت إلى البلد ويدو كفاءة عالية وسرعة بالنصب حيث لا تتجاوز إلى أكثر من 20 يوم عمليات نصب الجسر جسر عائم جديد باشرت القوات العراقية بنصبه على نهر دجلة بالقرب من الجسر الرابع ليكون متاحا لعبور المدنيين حيث سيربط هذا الجسر منطقة الكورنيش من الجانب الأيمن للموصل بمنطقة حي البعث بجانبها الأيسر وهذا الجسر سيكون شريان الرئيسي للمحافظة لربط الساحل الأيمن بالساحل الأيسر إضافة إلى يخفف المعاناة عن أهالي عن المواطنين الموصل بتنقلهم بنقل البضايع بحركتهم وانسيابيتهم بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر من شأن هذا الجسر العائم الجديد أن يساهم كثيرا في عودة الحياة إلى طبيعتها في الموصل بعدما أخذت معاناة الأهالي في التنقل ونقل البضايع إلى الجانب الأيمن تزداد خاصة مع استكمال تحرير الجسر الغربي منها لعدم وجود جسر بين الجانبين طبعا إحنا كمواطنين من أولويات مطالبنا هي الجسور لأننا ستاني بحكم عملي أنا أحتاج التنقل بين جانب المدينة الأيسر إلى الأيمن مع الأسف أضيع وقت ساعتين على المعبر وساعتين على المرجع هل ستاء المواطن الموصلة بصورة عامة يحتاج إلى الجسور هذا الجسر الحديدي من المؤمل أن يكون حال دخوله الخدمة شريانا مهما لتغذية الجانب الأيمن بجميع أنواع البضايع التي ما زالت مفقودة في الجزء الغربي وهو ما يعجل بعودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح إلى ديارها دعا محافظ كاركوك نجم الدين كريم إلى الإسراع بتحرير الحويجة جنوب غرب المدينة من احتلال داعش بعد الانتهاء من عملية تحرير تلعفر وكدا أن هجمات عدة تقع يوميا انطلاقا منها لاستهداف مناطق في كاركوك نفسها وصلاح الدين وديالا نحن هناك مخاوف من بقاء داعش في حدود الحويجة لحد الله طبعا نكون مخاوف أنت تعرفون الحويجة سمنتشرة في سلسلة جبال حمرين يتوازعون يروحون على طوز خرماته يروحون على مناطق في ديالة أولة البارحة من كنا في داقوق بسبب هجوم إرهابي الليلة قبل زيارتنا أدى إلى استشار ثلاثة من أعضاء الفيشمرقة وبعد مغادرتنا بأقل من ساعة تم محاولة أخرى للهجوم على نفس المنطقة ولكن تم رد الهجوم فداعش حتى بتحرير الحويجة وجميع المناطق فكرة داعش باقية مثل ما كان فكرة القاعدة التي أصبعت داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى بتوقعاتكم ما هو العدد الحقيقي لمسالح داعش في الحويجة الآن؟ ليس هناك إحصائية دقيقة عن هذا لكن عددهم ازداد بعد هزيمتهم في الموصل وفي مناطق أخرى مرتمركزين الآن في حويجة أكثر من قبل لكن العدد الحقيقي غير معروف استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ عبد الله بن علي الثاني في مقر إقامته في طجة وأكد العاهل السعودي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر كما أكد حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام بدوره أعرب الشيخ عبد الله الثاني عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان على توجيهاته بالسماح بدهول الحجاج القطريين إلى السعودية من دون تصاريح الإلكترونية بناء على وسطته قال مسؤولون إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب نحو عشرين من الجنود الأمريكيين والأفغان بجروح في عمليات عسكرية مشتركة ضد مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان وضف المسؤول أن الانفجار وقع في إقليم نانجرهار في وقت يزور فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون بينهم وزيرة القوات الجوية هيدر ويلسون البلاد نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير لبنان يلحق بتونس والأردن في الانتصار لحقوق المرأة أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية التي نقرأ منها تطبيق جيميل لأجهزة أبل يحذر من عمليات قرصنا أعلن شركة جوجل أن الإصدار الجديد من تطبيق البريد الإلكتروني جيميل لأجهزة أبل يحذر المستخدم قبل النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني التي يتم استقبالها وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يتم إظهار إرشادات توضح ما إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى صفحات تصيذ البيانات والتي تستهدف الحصول على بيانات تسجيل الدخول ونطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية تقنية جديدة بهواتف سامسونج لفحص مستوى الكحول في الدم تخطط سامسونج لإضافة تقنية جديدة في الأجيال المقبلة من سلسلة هواتف جالاكسي نوت بإمكانها قياس مستويات الكحول باستخدام قلم أسبين الذكي والميكريفون ومن المنتظر أن يمتلك قلم أسبين أكثر من تقنية حيث سيكون قابلة للإنحناء لاستخدامه مايكريفون إضافيا أو كجهاز لفحص الكحول صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم غرغرة للفم لقتل الجراثيم الخارقة اكتشف باحثون أمريكيون أن استخدام غرغرة للفم تحتوي على فيروس يدعى باكوس يمكنها أن تقضي على الجراثيم الخارقة التي تهلك عدادا هائلة من البشر على امتداد العالم وتسبب الغيبوبة لبعض المصابين قبل تفاقم حالتها وختاما مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم مساكنات الصداع نتائجها عكسية حنظر بروفيسور ألماني من أن الإفراط في تعاطي المساكنات لعلاج الصداع قد يكون له نتيجة عكسية ويؤدي إلى الإصابة بالصداع وأن المساكنات تعمل على تقليل حساسية الألم فإذا تناولها المرء فترة طويلة يعمل الجهاز العصبي على رفع حساسية الألم لاستعادة حساسية الألم الطبيعية مرة أخرى نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا فجعت أوسط الثورة السورية بوفاة الفنانة والناشطة السياسية فدوى سليمان إثر تدهور في حالتها الصحية ونقلت مصادر خاصة لأخبار الآن أن الرحلة كانت قد نقلت إلى إحدى مستشفيات باريس قبل نحو أسبوع لتتوفى ليلة الأربعاء وعرفت الرحلة الشابة التي تنتمي إلى الطائفة العلوية بأنها إحدى أيقونات الثورة السورية وقادت منذ أيامها الأولى التظاهرات الشعبية في أكثر من مدينة وبلدة سورية خصوصا في حمص وسط البلاد وتعرضت من جراء ذلك للملاحقة الأمنية وسط تهديدات وضغوطات طالتها هي وأسرتها فلجأت إلى الأردن ومنها إلى فرنسا إذن رحلت فدوى وبقيت أعمالها سيما مسلسل أمل الذي أنتجه تلفزيون الآن والذي لعبت فيه دورة البطولة لتروي للعالم معاناة المعتقلات في سجون النظام السوري من خلاله رحلت فدوى وبقي الأمل ورح السوريون ينعونها إذ كانت رمزا من رموز ثورة السوريين الفدوى سليمان تعمل على مسلسل أمل الذي فعلا هو أمل الذي نعرضه على قناة الآن وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا المسلسل ذكرى لروح الفدوى سليمان خلق كلها تشوفه وإن شاء الله يتكمل فدوى سليمان رغم كل شيء يحدث معه ورغم المرض وطلعتها على فرنسا وحاولت العلاج ورغم هيق قاومت بالحياة لحتى تبقى رمز لإلنا فدوى سليمان وللثورة وخصوصا بعد مسلسل الذي قامت فيه هي عمت عاني من المرضى مسلسل أمال ففدوى سليمان عن جد كثير الناس بهالوقت وتتوفت فدوى سليمان فكثير الناس متأسرقية لأنه هي ما بس انشقت عن النظام إلا وهي عملت إنجاز كثير كبير بالثورة وكثير كانت الناس مبسوطة منها بالنسبة لألي أنا شخصيا أنا ما أحسنت أتصور الوضع المأساوي اللي كان عم بصير بالمعتقلات إلا عن طريق الدور اللي أخذت وفدوى سليمان كان أداء رائع فهي خسارة لألنا كسوريين وخسارة لثورتنا كسورجي وبنفس الوقت هي خسارة للوسط الفن يعني هي كانت الشيء المميز بشغلة وكانت عم تحاول توصل الرسالة الدور اللي أخذت وما كان عن عبث يعني كانت حاسة بهذه دور المعتقلات اللي عم يصير معاهم سواء عنه في جنسي أو تعذيب أو ضغوطات وهي كانت عم تتوصل هاي الرسالة للعالم فهذا الشيء كان كتير مميز بدورها ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية كانت تعفي المختصب من العقوبة حال زواجه من ضحيته وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرأة للضغط باتجاه إلغاء المادة رقم 522 من قانون العقوبات بعد تونس والأردن ها هو لبنان يمضي في خطوة قانونية جديدة نحو إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة فقد قامت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني بالموافقة على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب والزواج المعتدي من ضحيته مؤكدا رفضه لكافة أشكال العنف ضد المرأة المادة الآنونية 522 من قانون العقوبات اللبنانية الحياة هي كتير مشحفة بحق المرأة وبحق الفتيات أكتر يعني بتنص إذا شخص اغتسب صبية وعرض عليها الزواج وقبلت يعني بضغط من الأهل أكيد هيدا عادة بيكون بضغط من الأهل أنه تتزوجوا معناتها أنه هو يعفى من العقوبة ما بيصير إشحاف أكتر من هيك يعني أغلب الستات يعني مدركات أنهما منهم محميين لا قانونيا ولا مجتمعيا ولا إنسانيا بتاتا فهم بيلجأوا لعنا حتى يحسوا أنهم بمطرح المطارح بمطرح أواية ومطرح المطارح أنهم عن جد محميين قرار إلغاء الخمسمائة واثنتين وعشرين أتى ليعزز الثقة لدى المرأة اللبنانية ويعيد لها شعور بالأمان وحماية القانون لكافة حقوقها النساء اللي بيجوا عنا على المركز أكيد نسبتهم خجولة بتعرف إنه هذا الموضوع طب وهو يعتبر موضوع كتير حساس فالستة اللي بتيجي عنا نحن نعتبرها ناجية وليست مستطعفة وليست ضحية هي ناجية لأنه هي عارفة وين متوجهة على مراكز استماع حتى تتلقى خدمة اجتماعية ومركزة ورغم الموافقة على إلغاء المادة تبقى بعض التفاصيل في مواد أخرى تعكف اللجنة على دراستها ومناقشتها وذلك لسد كل الثغرات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ججلة الإدارة والعدل وافقت على إلغاءة ودرست المواد المتعلقة فيها يعني من المادة 501 لل521 وكان كتير منيح أنه شددوا العقوبات على المعتدي وإنما استثنوا مادة واحدة هي 505 التي تنص على عمر بين 15 و18 سنة إنصاف للمرأة والمزيد من الحقوق في قرار البرلمان اللبناني فيما تأمل المرأة اللبنانية بمزيد من القرارات التي تضمن لها كافة حقوقها أعلنت منظمة الصحة العالمية خلوة صومال من مرض شلال الأطفال للسنة الثالثة على التوالي مشددة على ضرورة مواصلة توخي الحذر لتفادي عودة المرض من جديد التفاصيل في تقرير الزميلة حنان ظاهر حفنة من أمل تضمنه إعلان لمنظمة الصحة العالمية حول الصومال فها هي البلاد تحتفل للسنة الثالثة على التوالي بخلوها من مرض شلال الأطفال وها هي القطرتان اللتان نثرتا في أفواه الأطفال تؤتي ثمارها وتنقذ حياة الملايين فآخر حالة لمرض شلال الأطفال في الصومال ظهرت في مقاطعة هوبيو في مودوغ سنة 2013 وبهذا ينضم الصومال إلى لائحة البلدان التي لم يبلغ فيها عن مرض شلال الأطفال منذ عدة سنوات وقد تم الإبلاغ هذا العام عن تسع حالات إصابة بالمرض في نيجيريا وأفغانستان وباكستان وشلال الأطفال هو مرض فيروسي معدن تتراوح شدته من عدوى بسيطة إلى مرض يصحبه شلال رخوي في الأطراف خصوصا السفلة من الجسم ومنذ أواخذ ثمانينيات القرن الماضي انحسرت الإصابات بالمرض عالميا بفضل التطعيم بنسبة أكثر من 99% وشدد رئيس الجمهورية الصومالية على عزم الصومال لمكافحة مرض شلال الأطفال وغيره من الأمراض قائلا إن الحكومة الفدرالية الصومالية ملتزمة بإسراء الجهود للتخلص من الأمراض المميتة بما فيها مرض شلال الأطفال ويأتي إعلان خلو الصومال من شلال الأطفال في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ انتشار لمرض الحصبة في السنوات الأخيرة وتفشيان الإصابات بالإسهال المائي والكوليرا والتي ظهرت في يناير كانون الثاني الماضي مع بداية الجفاف في الصومال قال باحثون أمريكيون إن تحليلا للدم يبحث عن حمض نووي مرتبط بالأورام كشف الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة لدى أكثر من النصف بين 138 مصاب وتوفر شركات عدة بالفعل اختبارات بمقدورها اكتشاف الحمض النووي للسرطان بالدم لدى مرضى الحالات المتأخرة من السرطان وتستخدم هذه التحاليل للمساعدة في توجيه العلاج أو التحديد ما إذا كانت الأورام قد عادت للظهور مجددا بعد العمليات الجراحية وفي خبرنا الأخير أفاد دراسة سويدية بأن العمال الذين يتعرضون للسموم التي تنتقل عن طريق الهواء ربما يزيد خطر إصابتهم بالتهاب المفاصل الروماتوي دي وهو اضطراب في الجهاز المناعي سبب تورما وآلاما في المفاصل وبحسب الدراسة فإن الرجال من عمال البناء والإنشاءات والكهرباء يزيد خطر إصابتهم بهذا المرض قبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين الشرطة الإسبانية تطلق عملية أمنية لمكافحة الإرهاب وإدانات دولية تندد بالهجوم الأمم المتحدة تدخل قافلة تدخل قافلة مساعدات إغاثية إلى الغطى الشرقية والقوات العراقية تنشر أربعين ألف مقاتل على تقوم تلعفر استعدادا لتحريرها من داعش بهذا إذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثينا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة